بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة الرابعة من سلسلة فتشت القرآن الكريم من أوله إلى آخره فلم أجد ذكرا للأئمة الاثنى عشر والإمامة الإلهية ونتوقف اليوم عند قوله تعالى نتسائل أنه قال الله تعالى أطيع الله وأطيع الرسول فهل قال أطيع العئمة الاثنى عشر مثلا في الحلقات الثلاث السابقة تحدثنا عن أركان الإيمان اللي يقدمها القرآن الكريم في أول سورة البقرة عندما نفتح القرآن الكريم سورة الفاتحة من هنا وسورة البقرة من هنا خمس آيات الله يتحدث عن صفات المؤمنين المفلحين يقول ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريبتي هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يمفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آيات كثيرة في القرآن بهذا المعنى أن الإيمان هو الإيمان بالله واليوم الآخر والنبي والأنبياء والكتاب وهذا هو فقط هو الإسلام في حلقة أخرى أيضا تطرقنا إلى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ما قال واحد آخر أنتوا هذا لكم أسوة حسنة في الحلقة الثالثة أيضا تحدثنا عن أن الإسلام يقوم على الإيمان بالله والرسول بلا ثالث لهما يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله وطبعا ما يتبع الرسالة والكتاب الذي نزل على رسوله آيات كثيرة استعرضناها واليوم نستعرض ما يتعلق بالإطاع أطيع الله وأطيع الرسول آيات قرآنية كثيرة أكثر من عشرين آية حول هذا الموضوع تدعو المسلمين إلى إطاعة الله وإطاعة الرسول إطاعة الله طبعا إطاعة تعاليمه وإطاعة أحكامه وإطاعة الرسول في الأشياء التنفيذية وفي الأشياء التفصيلية في الأشياء التنفيذية وفي الأشياء التفصيلية الجزئية أكثر من هذا لا يطالبون الله بإطاعة أي أحد وسوف نتحدث عن إطاعته إلى الأمر التي هي مطلقة أو مشروطة أو ذاتية أدهم الآن نستعرض هذه الآيات الكريمة قلت أكثر من عشرين آية في هذا الموضوع إذن عموان حلقتنا قال الله تعالى أطيع الله ورسول فهل قال أطيع الأعمى الاثنين عشر منين جبنا هذه العقيدة وسوناها أساس الدين وركم من أركان الدين وركم من أركان الإسلام أو أصل من أصول الإسلام كما السابقون فعلوا الشيخ المفيد وغيرها فما عندنا شيء أو وطاعة المراجع الآن قال الله تعالى أطيع المراجع لم يقل ذلك أيضا بس نسوين سلسلة من الأمور حتى يسيطروا على الناس بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ الآيات وإن شاء الله نعلق عليها قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين آية 32 من سورة آل عمران نفس السورة 132 المرة وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ففي شيء آخر يعني آية 3 من سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأقولي الأمر منكم هنا صار في شيء ذات وأقولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل النساء آية 59 ذكرنا هذه الآية في الحلقة الماضية فبعض الأخوة تسأل وسألوا أنه طيب هذه الآية ما هو تعليقك على هذه الآية هذه الآية واضحة كل الآيات 20 آية في أطيع الله وأطيع الرسول أطيع الله وأطيع الرسول هنا مثلا النبي كان عنده قرات وعنده ولاة وعنده قادة جيوش وسرايا هؤلاء طبعا كان لازم يطيعهم الناس الله يعين النبي يعين واحد قائد يجب أن يطاع ولكن طاعته في طاعة الله والرسول مو طاعة مستقلة مو ذاتية مو هو إذا النبي ما قال لنا عليه أحنا لازم نطيعها أيضا طبعا إذا انتخبنا رئيس مثلا والطاعة تكون مشروطة بطاعة الله وطاعة الرسول وطاعة وبالمعروف يعمل النمو كيف يصرف بعدين بعض الحكام المستبدين من الملوك الطغاد يستخدمون هذه الآية لكي يفرضوا دكتاتريتهم واستبدادهم وطغيانهم على الشعوب المسلمة حتى الآن الآن تلاحظون في بلاد كثيرة هكذا يأولون هذه الآية أنه الله قال لك أطيعوه للأمر يروح يطبع معا إسرائيل ينهب أموال الناس يقتل الناس بدأ قانون وبدأ جريمة يفسق يفجر يظلم يفعل ما يشاء يقول لك أنا الله قال لي وأقول الأمر منكم وأنا أقول الأمر لازم أطيعوني لي أنا ولي الأمر هذا مصحيح الله لم يأمر بإطاعة الظالمين الفاسقين المستبدين الطغاة وكذلك لم يأمر بإطاعة الأئمة الاثنى عشر لم يأمر ولكن إذا الناس انتخبوهم مثل ما انتخبوا الإمام علي عليه السلام فيجب عليهم طاعته إذا انتخبوا الإمام الحسن يجب عليهم طاعته انتخبوا الإمام الحسين يجب عليهم نصرته وطاعته وأي حاكم الآن عادل مؤمن يعمل بالكتاب والسنة إذا إحنا انتخبنا فيجب علينا أن نطيعه في حدود المعروف وإذا فسك أو خرج أو ظلم أو استبد فلا طاعة له لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فإذا نشوفوا هاي الآية شوية بعض الناس يعني يخذون قطع من أجهة يعني الذين أمنوا أطيع الله وأطيع الرسول وقال لأمر منكم منه ألا أمور قال لك الأئمة طيب وبعدين تكملت الآية ما يقروها لأن تكملت الآية تنسف الطاعة المطلقة لأولي الأمر فإن تنازعتم في شيء إذا أنتوا ويا ذول الأمر لنبي معينهم بإيده وحدث هذا في التاريخ أيضا أحد أمراء السراية النبي عينك قائد على السرية وأمر المسلمين بطاعته فذهب فأشعل نارا بالطريق وقال لهم تعالوا طبوا باي النار انتحروا وقاموا له إن رسول الله أمرنا بطاعتك في المعروف في طاعة الله ورسوله شنون نسخلوا النار هذا مو معقول الكلام مالك هذا فلم يفعلوه إجاوا وقال له للنبي هذا هشكل سووي يعني بالطريق فقال رسول الله لو دخلتم في النار للابثتم فيها فأنتوا معتكم عقل الطاعة يعني حدود العقل وحدود الشرع مو طاعة مطلقة وقال لأمر فإن تنازعتم في شيء وهذا متوقع الله متوقع يعني يعني يحدث تنازع بين الناس وبين أولي الأمر اللي النبي معينهم أو اللي هم ينتخبوهم كما حدث مع أثمان مثلا صار تنازع فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ارجعوا القرآن وارجعوا رسولنا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرا وأحسن وتأويلها طيب إذا في الشيء مثلا مبهم ما موجود لا بالقرآن ولا النبي متحدث عنه في موضوع خلال حدود مثلا نحط حدود على بلدنا هذه الحدود ما موجودة بالقرآن ولا النبي متحدث عنها فهل نطيع الحاكم الذي رسم هذه الحدود أو لا وهذا مثل يعني في أمثلة كثيرة يعني يمكن واحد يضرب هنا أيضا في المعروف إذا كان هذا شيء معروف وشيء جيد وشيء معقول نطيع الحاكم وإذا كان لا فالشيء ضد مصلحة الناس وضد مصلحة المسلمين فلا طاعة لهم روح حرب مثلا تعالوا حربوا مثلا هذا البلد أو دار هجموا على المسلمين هذا خلاف ما أمر الله تعالى فلا نطيع الحاكم في الأوامر المصححة طبعا الأمويون أول من استغل هذه الآية وطالبوا المسلمين في الطاعة المطلقة في الطاعة المطلقة في المعروف وفي المنكر أي شيء نقولكم لازم تسمعون كلام لذلك الشيعة الإمامية في القرن الثاني النجري قالوا هذا شيء مو معقول كيف الله يأمرنا بطاعة للأمر وهم يعصون الله يأمرنا بمعصية الله فإذا احنا أطعناهم أصينا الله الله قال أطيع الله وأطيع الرسول وإذا أصيناهم وإذا أطعناهم أو أصيناهم احنا بالتالي أصينا الله ففكرهم اخترع في النظرية جديدة وهي الإمام يجب أن يكون معصوما ولي الأمر والإمام يجب أن يكون معصوما حتى لا أمرنا بمعصية هم ما افتهموا الآية نسبية الآية مو مطلقة حتى أن تطيعون حتى بالمعاصي الله 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 لم يقول ذلك أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر وأولي الأمر منكم في المعروف وفي طاعة الله فوقعوا في مطب هؤلاء الإمامية المتكلمون الإمامية الذين افترضوا وهم تخيلوا أنه يجب أن يكون الإمام يعني الحاكم معصوما حتى لا يأمرنا بمعصية فوقعوا في مطب طيب كيف نعرف هذا المعصوم لا عليه نص ولا عليه قالوا لا بد بالنص طيب النص ما موجود قالوا بالوصية العادية وصية عادية ما موجودة على كثير من الأئمة قالوا بالمعجزة معجزة لا أحد ما يعرفها ولا يمكن أن يثبتها فنظرية متهافتة وظهرت في القرن الثالث الهجري ووصلت إلى طريق المزدود في القرن الثالث الهجري وانكررت وراحل نظرية الإمامية ما موجودة الآن وشيعة فقد أزهم أدهم شيعة إمامية فالشيء بالذهن ولا بالواقع شيعة ديمقراطيين الآن أو ملكيين مستبدين أو ما شاء فإذا الطاعة نسبية في هذه الآية وليست طاعة أولي الأمر طاعة نسبية وليست مطلقة وفي المعروف وفي طاعة الله الآية الرابعة وأطيع الله وأطيع الرسول سوف كل مطلق الآية أطيع الله وأطيع الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين المائدة 92 يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين فقط الله والرسول الأنفال آية واحد الآية السادسة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون الأنفال العشرين لآية السابعة وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا أن الله مع الصابرين الأنفال 46 لآية الثامنة إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون أطاع لله وللرسول سورة النور 51 الآية التاسع ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون النور 52 الآية العاشرة قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حملوا وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تحتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين النور 54 آية دعش أأسفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون المجادلة الثلاثة عشر الآية 13 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبتلوا أعمالكم سورة محمد آية 33 الآية الرابعة عشر فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير التغابن آية 8 الآية الخامسة عشر وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين التغابن آية 12 والآية السادسة عشر يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الأحزاب 71 الآية السابعة عشر تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله الشيء المقابل يعني ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين النساء من 13 إلى 14 الآية الثامنة عشر ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا النساء 69 لم يتحدثنا عن الأئمة فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين والأئمة مثلا أو أطاعة الأئمة ومن يطع الله والرسول فقط النساء 69 الآية التاسعة عشر من يطع الرسول فقد أطاع الله طبعا الامتداد بين الرسول وبين الله ومن تولى فما أسناك عليهم حفيظة النساء آية ثمانين الآية العشرون ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما الفتح سبعة عشر الآية الأخيرة واحد وعشرين هذه تحدث عن الذين لا يطيعون الله يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول آية ستة وستين من سورة الأحزاب شوفوا يوم القيامة ما أحد ما يجي الله لا يتحدث عن ندم الناس في يوم القيامة أنهم لم يطيعوا الأئمة لأنه لم يفرض طاعة الأئمة على أحد يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول لهم يقول وأطعنا أولي الأمر وأطعنا الأئمة من أهل البيت ما فيها شيء هذا وشوفوا كل القرآن يركز على طاعة الله والرسول كل الآيات هذه عندما نجمعها ونشوف ما بيه شيء لذلك أنا قلت فتشت القرآن من أوله إلى آخره ولم أجد ذكرا لأئمة الاثنين عشر ولا نظرية الإمامة الإلهية لو كانت نظرية الإمامة إلهية و الله قد أمر بها لكان قد أشر إلى هذا الإشارة في آية من الآيات هذا ما موجود القرآن لذلك علينا أن لا نضخم هم الأئمة ما موجودين الآن قبل ألف و أربعمل سنة كانوا وراء فالنظرية طلعت في أيامهم والغلات ركبوها عليهم وقالوا أن هؤلاء الأئمة مفروض طاعة من الله بناء على فلسفة ونظريات ألم خيالية مثالية والأئمة كان ينفون هاي النظرية هذا الموجود في الكافي أبو بصير يقول أثناء من الزيدية من الكوفة وسائلوا الإمام صادق هل أنت إمام مفترض طاعة من الله فقال لا أنا لم أقول ذلك وما أعرف هذا الشيء في أهل بيتي فقالوا جماعتك بالكوفة يقولون ذلك قال أنا شو خاصنا فيهم شوفوا يعني في نظريات مركبة نظريات مغالية متطرفة مثالية خيالية أسطورية ومركبية على أهل البيت وأهل البيت ينفوها وما يعرفوها والآن احنا مش ثبتين بيها وهي هاي النظرية اللي جعل المسلمين الآن سن وشيح وإلا ماكوا فرق كل المسلمين الآن عامة المسلمين يعني أقصد ليس جميعهم مية بالمية يؤمنون بالنظام الديمقراطي القام على الشورى والعدل والمساواة بين الناس والحاكم ينتخب ويراقب من قبل مجلس نواب ومن قبل الشعب من قبل الصحافة يراقب ويحاسب وينتقد ويغير إذا أخطأ إذا مثلا خربط بعد أربع سنين خمس سنين إحنا نغيره نجيب واحد آخر ننتخب فالإمام ينتخب من الناس ولي الأمر ينتخب من الناس وللأمر ينتخبون من الناس وفي طاعة الله وطاعة الرسول والمصالح العام لا وجودة يعني هذا الآن المسلمون كلهم متفقين على هذه النظرية سنة وسيعة فهذه الأسماء السنة وسيعة نظريات قديمة السنة كان يقولون بعض السنة أو أكثر كان يقولون بناء على أحاديث أموية مفبركة ومجعولة أنه يعني يجب طاعة الحاكم مهما كان فاسق فاجر ظالم كيف استولى على السلطة مو مهم سوى انقلاب عسكرية يجب أن نطيعه هذه الثقافة مع الأسف موجودة أيضا لدى قطاعات من جماهير أهل السنة هذه الأيام أنه الحاكم خلط ولي أمر طيب هذا شلون صار ولي أمر مو نجابة مو نحطة بأي شروط بأي بأي اتفاقية بأي مثلا بس هك صار ولي أمر أبوه مثلا حتى ولي أهد وصار هو الحاكم المطلق علينا يجب أن نطيع هذا الحاكم طاعة مطلقة يعني هذا تهميش للأمة تهميش للناس وإلغاء دورهم في الحياة السياسية ومنعهم من القيام بواجبهم بالأمر المعروف أنه على المنكر فهؤلاء ناس يعني لا يزالون يخضعون تحت أنظمة ديكتاتورية مستبدة ومطلقة ولكن مع أداهم عامت الناس حتى في هذه البلاد التي تخضع لأنظمة ديكتاتورية الناس يتوقون إلى الحرية والعدل والمشاركة السياسية وإلى انتخاب حكامهم بأيديهم بأنفسهم مو واحد تشنزل عليهم بالفراشوت مثلا فالشيعة والسنة نظريات قديمة الآن أسماء وهمية هذه مو حقيقية لم نعود السنة والشيعة ولكن بعض الناس اللي متشبتين بهذه النظريات التاريخية المنقرضة نظرية الإمامة نظرية مثالية خيالية وصلت إلى طريق المزدول في القرض الثالث الهجري وانقرضت الإمام العسكري لم يتحدث عن وجود ولد الله ولا عن نظرية الإمامة فالشيعة قالوا النظرية بشرية ناسم يسويها ذو المتكلمين وانتهت والآن نحن الحمد لله نؤمن بالشورى سواء في إيران بالأراق باللبنام فاقستان تركيا كل مكان الشيعة يؤمنون بالشورى فلماذا نتشبث بهذه النظريات الميتة والمنقرضة علينا أن نعزز أنظمتنا الديمقراطية المعاصرة ونطورها بشكل أفضل حتى تكون معبرة عن آمال الناس وعن آلامهم وتوحدنا النظرية الديمقراطية الشورى هي التي توحد الناس توحد المسلمين بعد الإسلام الإسلام يوحدنا والديمقراطية توحدنا أيضا الديمقراطية هي تطبيق للإسلام يعني هي العدل والمساواة والحرية والمشاركة الشعبية فإذا ألغينا هذه المشاركة رح يصير تمييز رح يصير ظلم رح يصير طغيان استبداد سيطرة طبقة أو فئة أو طائفة على أخرى وهكذا المجتمع الإسلامي ينهار ويتلاشى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر